محمد الشناوي قدام ساندونز انس الزنيتي طيب خلينا بس احنا بنتكلم برضو يا دكتور ده طبعا لعبوا النادي الاهلي ووصلهم الى مطار جوهانيسبرج للعودة ان شاء الله الى ارض الوطن ان شاء الله بعثت النادي الاهلي يتصل في تمام الساعة الخامسة او خمسة ونس تقريبا ان شاء الله يوصلوا بالسلامة الى مطار القاهرة وطبعا دي بعض اللقطات الخاصة بملعب الاهلي وقناة النادي الاهلي لعبة النادي الاهلي الحقيقة في بعد مجادرتهم لبريتوريا ووصولهم إلى ملعب أو أنا آسف إلى مطار جوهانس بيرج كابتر محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ورئيس بعثة النادي الاهلي والأستاذ طارق أنديل طبعا عضو مجلس ادارة النادي الاهلي ومتواجد مع البعثة دائما خلال هذه الفترة ووصول اللاعبين بالكامل ومعاهم كل البعثة الأهلوية المتواجدة هناك برئاسة كابتن محمود الخطيب إلى مطار جوهانسبرج وأعتقد بعد أقل من ساعة اللاعبين حيركبوا طيب الطائرة غدرت بالفعل جنوب إفريقيا وتوصل إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم في طريق عودتها للقاهرة توصل إن شاء الله 8 ساعات ونص أو 9 ساعات ويوصلوا إن شاء الله إلى مطار القاهرة كل اللاعبين أمام حضراتكم مجد أفشا وأحمد الشيخ ومن قبلهم كان ياسر إبراهيم وبقية اللاعبين وتوجههم إلى الطائرة كل عادة ترحاب بالكابت الخطيب من كل العاملين وترحاب أيضا باللعابين من كل العاملين في كل مكان في القاهرة أو حتى في جوهانسبرج وأعتقد إن ده السفير شريف عيسى وهو بيوصل الكابت الخطيب وبقية البعثة الإعلامية أو البعثة النادي الأهلي اللي هتغادر أو غدرت بالفعل إلى القاهرة السفير شريف عيسى كان له دور كبير لحقيقة كل السفارة المصرية ممثلة طبعا في السفير شريف عيسى كل الإمكانيات اللي قدروا يعملوها وكل التسهيلات علشان كل اللاعبين والبعثة بالكامل تكون على مستريحة وكابتن علي معلول كابتن علي سليمان وقفين لسه برة فيه بيزهاهم القاعدة قاعدة الطائرات برضو دي قاعدة بتبقى صعبة شوية كابتن سامير عدلي الحقيقة اللي هو دور كبير جدا هو اللي بدينا ظهره كابتن سامير عدلي هو دور كبير جدا جدا في كل الإجراءات الإدارية وحجز الفنادق والطائرات خبرة كبيرة جدا جدا الكابتن سامير عدلي ربنا يدي له الصحة وزي ما حضراتكم شايفين ترحاب كبير من قبل كل المسؤولين في مصر للطائران ببعثة النادي الأهلي الحمد لله يعني شرفت المصريين وشرفت كل المصريين بصعودهم إلى دور قبل النهائي حمود متولي وبقية اللاعبين بيتوافدوا على الطائرة طبعا ده كان منذ قليل لأن الطائرة بالفعل غادرت إلى مطار القاهرة قلب الأسد كابتن أحمد فاتحي